تجمع دولة الكويت هو مملكة إسبانيا الصديقة أواصر من المحبة والصداقة العميقة وتاريخ من العلاقات الدبلوماسية المتينة واللي يرجع تاريخها إلى سنة 1964 وقبل تشرين طبعا هذه العلاقات اللي ادفعت لتعميق التعاون في شتى المجالات ضمن إطار من البثقة والرغبة في تعزيز الروابط بما يعود بالخير على شعبي البلدين اليوم نحتفي بالعيد الوطني لمملكة إسبانيا الصديقة واللي كان من أيام قليلة وبتحديد في تاريخ 12 أكتوبر وأيضا نحتفي بمرور 55 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية الكويتية الإسبانية من هذا يسعدنا أن يكون معنا اليوم السيد جيرمو ديث القائم بأعمال سفارة مملكة إسبانيا لدى دولة الكويت هل سأقول أولا أو بوينس دياز؟ بوينس دياز، صباح الخير يا كويت صباح النور نحن جمعين بأنك تكون هناك في الستوديو اليوم إن شاء الله نسولف مع ضيفنا الكريم عن إسبانيا واليوم الإسباني لكن بعد هذا التغرير إذن معنا السيد جيرمو ديث القائم بأعمال سفارة مملكة إسبانيا بالإنابة وحديثنا راح يكون عن اليوم الإسباني والعيد الوطني لمملكة إسبانيا صباح الخير مرة أخرى صباح الخير باناما سيتي وفارة مملكة إسبانيا يوم وطني لأن هذا اليوم الذي اقتربت في إسبانيا من تحقيق ذاتها كدولة ثقافية وسياسية ووحدة ما بين ممالك إسبانيا أيضا كانت فترة إسقاط لغوي وثقافي تجاوز الحدود الأوروبية أيضا من إسبانيا أبحار كريستوفر كولومبوس إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكتاف العالم الجديد أيضا هناك أحداث كثيرة في مثل هذا اليوم من ذلك طبعا استحق هذا اليوم تحديدا للاحتفال باليوم الإسباني أو اليوم الوطني أيضا لمملكة إسبانيا كيف تتتعب هذا اليوم؟ في إسبانيا ومدريد مدريد يتحدث في مدريد وطبعا الأولى الأولى هو المجلسة الفيليب VI ومعائل المجلسة يتحدثون في هذه المدريد وثانيا سيئل المجلسة في البعض المرحلة الضباحية بالبكية للحافية للجميع أن زبادت المجلسة الفيليات الالسفنسية في وحتى ثانيا يكون من độ آن ومكرا يشعر بسرعة من أي وقتك ومعائل المنزل المجلسة الفيليات المجلسة الفيليات المجلسة الفيليات يتحدثون الوطني في هذا اليوم، يوم الثناشة أكتوبر اليوم الوطني اسباني طبعا هو يوم عطلة رسمية وبالتالي هو طبعا يوم راحة للعائلات وقضاء الوقت سويا أما على المستوى الرسمي فطبعا يشرف ملك إسبانيا بنفسه على رفع العالم الوطني إسباني في وسط مدريد في اليوم الإسباني وهناك عرض عسكري يتم في مثل هذا اليوم لأهميته وطبعا هناك طائرات القوات المسلحة وغيرها من احتفالات في مثل هذا اليوم بالإضافة طبعا أن كل وسائل الإعلام تغطي مثل هذا اليوم المجيد في تاريخ إسبانيا فهنا ليس هناك فل Optionاين 2000 من حاليا So it's been like more than 50 years like officially maybe 55 years of the bilateral relations between Spain and Kuwait could you tell us about that ... this bilateral relation between Spain and Kuwait how we can actually improve it Yes Since the beginning of the diplomatic relationship we've been very close partners I would like to highlight the special role played by our royal families L'Obbell esJ costumes الش seem a close friend of las reglas Royalza والأو sepering of King Don Juan Carlos he used to come to Kuwait and onaring that one day our new king, Philip VI willactic come also here to Kuwait And secondly I would like to highlight the people to people approach I've been told and I think it's true أكثر من خمسين عاماً وفي تحديد خمسين عاماً على المستوى الديبلوماسي كما ذكرنا وهي علاقات وثيقة متميزة ذكر بأنها قوية جدا وتتمثل في التقارب الكبيرة ما بين الأسرة الحاكمة الإسبانية وأيضا الأسرة الحاكمة الكويتية من أيام طبعا الرئيس السابق وان كارلوس ويتمنى أيضا كما يذكر ضيفنا كريم بأن تكون هناك زيارة لملك إسباني الحالي فيليب السادس إلى الكويت حتى تقوى مثل هذه العلاقات وهي ليست فقط على المستوى الرسمي بل أيضا على المستوى الشعبين فكما هو معروف ألاف الكويتين يسافرون سنويا إلى إسبانيا حيث يلقون الترحيب الكبير هناك وبالتالي طبعا هناك مجال فعلا أيضا لتقدم في مثل هذه العلاقات وتطويرها كيف ترى كويتية روالة والمتعاريين في المنطقة خاصة بمعرفة قوية من المدرسة الأمير الكويت كويت كويته مكان جدا في المدل الأيست لأمير الكويت لأنه من المدرسة كويت لأنه من المدرسة وليس لأمير الكويت وأنه من المدرسة وأنه من المدرسة وأنه من المدرسة وأنه من المدرسة كويته مكان جدا وأنه من المدرسة لتنظر ونعمل على العمل للشاهدات يذكر طبعا ضيفنا القائم بالأعمال السفارة السفارة المملكة إسبانيا في الكويت هنا بالإنابة بأنه ينظر بتغدير كبير إلى دور الفعال للدبلوماسية الكويتية ودورها في إحلال السلام سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى العالمي تحت قيادة طبعا سمو الأمير قائد الإنسانية الشيخ صباح لحمد جابر صباح حفظ الله ورعاه ويذكر بأنهما البلدين محبان للسلام ويسعن دوما لتحقيق الاستقرار والسلام فكما ذكرنا بأن دور الكويت له هو جدا مهم في أيضا تقديم المساعدات الإنسانية وتخفيف المعاناة على المتضررين من جراء الكوارث الطبيعية أو المناطق النزاع الإنسانية الموجودة في سواء المنطقة أو حول مستوى العالم ودور الكويت بالتالي هو مهم وحيوي كثيرا في تحقيق الاستقرار ماهي على المنطقة السياسية الموجودة في سواء المتضررين من التي تحتاجها كمها المتضررين من البيلاتار في سواء المتضررين من الرياض المتضررين الأول وعليات كنت تحتاجها إلى مضررين من جواب 0 so b من المنزلات من المنزلات تقوية منخبار حهادت مع أحضور وضع المنزلات مرحلة أ أفضل معناك لكنهية لل burned نفسه وضعك يكون بشكل مناعً والأرقاح ولكن أريد أنخبار المنزلات في الهدوات سطح إلى عقل المنزلات في الهدوات وهو مثل بشكل خلالي من الهدوات والأحداث في النزلات ويقبارات في الهدوات المترجم للتعاون الإقتصادي والتجاري ما بين الكويت وإسبانيا وذكر بأن تشهر تطور سريع وعلاقات قوية راسخة بالملدين منذ سنوات طويلة وأيضا يذكر بأن نقامت الشركات الإسبانية على سبيل المثال في العام الماضي بتصدير بضائع الكويت بما يقارب إلى 500 مليون دولار تقريبا صدرت كويت منتجات الإسبانية تقريبا بما يعادل 80 مليون دولار وبالتالي هناك دائما مساحة أكبر لزيادة مثل هذا التبادل التجاري وهناك طبعا سلع استهلاكية كثيرة تصدرها إسبانيا للكويت خصوصا في مجال الماركات السيارات وأيضا الأثاث وأيضا محلات الملابس المشهورة هنا في الكويت والتي تلقى أغبال كبير من المستهلك الكويتي لا ننسى بأن الكويت تصدر مشتقات نفطية إلى إسبانيا وهي طبعا تأخذ الحيز الأكبر في مثل هذا الموضوع What about the most prominent Spanish investments facilities offered to the queries who want to invest in Spain? Spain is open for investments by individuals and by Q80 companies. I know many Q80 individuals have their own houses in Spain and they enjoy our holiday, our beaches, our food. And I know also that many Q80 companies are also present in Spain. We want to encourage them to keep on investing in Spain and probably the most well-known facility is the so-called golden visa which exists since 2014. In this case when the investor reach a minimum level of investment which is what you can find it in the Spanish law, they will be granted this visa and that will facilitate their entry and the residence in Spain. Great. هناك تسلات استثمارية كبيرة تقدمها طبعا إسبانيا للمستثمار الكويتي سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الشركات. فهناك الكثير فرضا يعني على مستوى الأفراد من يملك عقارات في إسبانيا. فالكويتين معرفين طبعا ارتباطهم بإسبانيا وحبهم لتصييف خصوصا في إسبانيا. يقول أيضا منذ عام 2014 كان هناك عرض لموضوع التأشير الذهبية وهو طبعا يسمح للمستثمر بدخول إسبانيا والمكوث فيها لمدة طويلة سنة تقريبا على الأقل. إذا كان هناك طبعا استثمار موجود يستوفي شروط الأدنى المطلوبة من الحكومة الإسبانية. What about the education part? We know that there is a lot of exchange between Spain and Kuwait from both sides, though we actually hope for more than what we have currently. Yes, hopefully. Currently, more than 20 Spanish universities are officially recognized by the Kuwaiti authorities. Nevertheless, the number of exchange students is not very high. I would like to foster and to increase this number. probably the language might be an obstacle, but at the same time it should be an opportunity because it has a huge potential. When you speak Spanish, you will become a member of a community of more than 570 million people. Too bad no hablo espanol. Una pena. In the future, inshallah. 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 So I would like to encourage the Kuwaiti authorities to invest in Spanish language, to invest in Spanish universities because I think there's a huge potential. The future is for the Spanish language. يذكر طبعاً نضيفنا الكريم بأن اللغة أحد وسائل التواصل الحضاري والثقافي. وخصوصاً اللغة الإسبانية بدأت في النمو كثيراً في الفترة الأخيرة. فهناك اهتمام كبير في تعلم اللغة الإسبانية. وهو يشجع على تعلم اللغة الإسبانية كونها أحد اللغات العالمية التي بدأت تأخذ حيث كبير على مستوى العالم. فهي لغة الفرص خصوصاً في أيضاً مجال التجارة. وليس فقط في المجال السياحي على سبيل المثال. يذكر أيضاً بأن هناك عشرين جامع إسبانية معتمدة لدى مؤسسة التعليم العالي هنا عندنا في الكويت للدراسة. ولو أن هناك ما في عدد كبير من الطلب الإسبانيين في إسبانيا. في المقابل هناك معروف بأن في جامع الكويت بعض الطلبة الإسبانيين ليدرسون اللغة العربية. حيث تعرض جامع الكويت بعض المنح لحكم إسبانيا حتى يفد إليها طلاب الإسبانيين. Now, what about the cultural exchange between the two countries? You know, art and exhibitions and so on and Spanish music and flamenco maybe? Yes, because Kuwaitis have been traveling to Spain for a very long time, for decades. I think they already have quite good knowledge of the Spanish culture. Flamenco, of course, is one of the best examples. but I would like to make a step forward and go beyond what is typical Spanish and just to create a network of Spanish and Kuwaitis artists so that they can exchange ideas, initiatives, projects and they can improve just not with this basic knowledge of what is typical Spanish but go beyond. For instance, I think not everybody remembers that Spain has an Arab legacy of more than 800 years. It's something that is worth working on it because if we learn about our common past, I'm sure we can work together in the future. true. True. سألنا عن الفعاليات الثقافية والتي يمكن هي موجودة على المستوى التقليدي ويعني الموسيقى الإسبانية والطبعاً الرقص الفلمانجو وغيرها من أمور يألفها الإنسان أو المواطن العادي. لكن يتطلع طبعاً ضيفنا الكريم بأن تكون هي بشكل أكبر وأكثر من هذا الشكل التقليدي من خلال التراث العريق الذي يزيد على 800 عام لإسبانيا هذا التراث العربي الموجود وبالتالي أن يكون هناك ربط بين مؤسسات ثقافية في الكويت وأسبانيا بشكل أكبر حتى ينمو مثل هذا التبادل الثقافي. سوف نعود إلى مؤسسات بشكل أكبر حسنا. سيئة بالتعبة والتي أجهزة في التقليدي إخطار؟ عن حيث تراثها الموجودة التي ترى على الموجودة وعنظ موجودة أكبر에도 يزاليك موجوداً من المكان بالطبعه والطفوط، فلماك والرامج، ممتازج أو اضع همهمت الأمر موجوداً لديم وضيع الموجود في هذا القرآن where are you going, where are you so loyal to Spain and they go every year to Spain there are different reasons, different answers as I've said to you but I think indeed what they like most is our quality of life, Spanish lifestyle they know the Spanish people are warming and welcoming people so that they make the most of their stay in Spain of course, most of the Kuwaitis go to the south of Spain to the Costa del Sol region but I would like to encourage them to go and to visit the rest of Spain because whatever you are looking for you will find it in the north of Spain you can visit Astoria, Galicia you can visit of course Barcelona Madrid, our capital whatever you are looking for culture, entertainment, food beaches, good weather you will find it in Spain لا شك بأن إسبانيا تعد مقصد سياحي مميز للكويتيين للزيارة فهناك عناصر جلب سياحية كثيرة منها طبعا الجو الموجود في إسبانيا بالإضافة إلى الطعام الإسباني اللذيذ وأيضا الفلامينغو وغيرها طبعا من الثقافة الإسبانية هناك طبعا يمكن ارتياد كبير لعدة كويتين للمناطق الجنوبية في إسبانيا لكن يذكر أيضا أضيفنا بأن شمال إسبانيا لعله أيضا مقصد مهم وضروري للزيارة يبقى هناك أيضا دفء الشعب الإسباني وترحيبه الكبير بالزوار والسياح خصوصا الكويتيين فطغ جيد طعم لذيذ فلامينغو مثل ما قلنا وكرة القدم لا ننسى أيضا الكامنو وغيرها من أماكن يحرص الكويتين على زيارتها في برشلونة أو في مدريد بلا شك هذي كلها عوامل جدب السياحي now how many queries visit Spain annually and what are the visa requirements every year more than 25,000 Q80s visit Spain oh wow that's a huge number it is but the embassy for Spain here in Q80 wants the visa as soon as we can it's Schengen visa right Schengen visa okay yes in order to do so of course we have to do our part but I would like to create this encourage creators to do their part too we can together we can make this process easier for everyone if they apply for instance some weeks in advance to their travel not just a couple of days before if they submit the accurate papers for the insurance the flights the booking the reservation the hotel reservation I'm sure they will enjoy great holidays in Spain and whatever they need they will find always the embassy of Spain open to help them definitely هناك عدد كبير من السياح الكويتين ليزورون إسبانيا تقريبا يصل عددهم إلى 25,000 Q80 سنويا ويتمنى طبعا زيادة هذا العدد ويقول بأن الحصول على التأشيرة السياحية لهو سهل جدا خصوصا إذا كانت الأوراق كاملة منها طبعا تأمين الصحي على فكرة ما يكلف شيء كلش ممكن تأخذونا في المكتب هناك يمكن تكلفتها حتى خمس دنانير فقط لمدة أسبوع وإذا كانت أكثر تكون عشر دنانير طبعا هناك أيضا تذاكر السفار ووصل الفندق وغيرها طبعا من أوراق الموضوع سيتم بسلاسة كبيرة وبالتالي ممكن حصوله على تأشيرة شنغن لزيارة إسبانيا ما نسى مثل ما قلنا طبعا خلال حديثنا بأن عديد من الكويتين عندهم هناك عقارات وبيوت في إسبانيا وبالتالي أكيد سيتكون زياراتهم متكررة well at the end of our interview for today I really enjoyed it thanks a lot gracias no nada yeah I think gracias the way you say it in Europe but usually people would say gracias right gracias gracias is the correct way yes yes so thanks a lot for being with us in Bidmon Kuwait and thanks a lot for all the information that you have provided us with my pleasure shukran jazeelan shukran mocho gusto mocho gusto and طبعا كل الشكر والتقديل لضيفنا سيد جيرمو دياث القائم بأعمال سفارة مملكة إسبانيا لدى دولة الكويت بالإنابة وكان الحديث يدور حول اليوم إسباني والأمور المتعلقة بزيارة إسبانيا رح ناخذ فاصل وما زال عندنا أيضا لقاء جدا مهم عن جائزة تميش صحفي بعد قليل فخليكم معنا موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى